اليمن مستهدفة وأيضا المنطقة العربية كانت مستهدفة من خلال ما سمي بثورات الربيع العربي ألا ترى أن الجريمة رغم أنها كانت حاضرة في مجلس الأمن ووصفت بأنها جريمة إرهابية مكتملة الأركان كان ذلك في القرار رقم 2014 للعام 2011 إلا أن المجتمع الدولي ظل مع ما يسمى الشباب ألا يعطي ذلك مؤشرا بأن اليمن والمنطقة كانت مستهدفة من خلال الفوضى ودعم ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي وما زالت المنطقة مستهدفة من يأتيها الكيد من الداخل ومن الخارج أخي العزيز ولكن حكاية المجتمع الدولي لا يوجد حاجة اسمها المجتمع الدولي المجتمع الدولي يسير حسب أهواء القوى الكبرى المسيطرة عليه وحسب لتنفيذ أجندات معينة تقودها الصيونية العالمية والماسونية العالمية أيضا وثورات الربيع العربي وإن كانت هذا المسمى أنا لا أوافق عليه يعني الثورة في مصر كانت ثورة نتيجة فساد دام مدة طويلة ونجحت الحمد لله في 25 يناير وفي غيرها من الدول لكن هذه الثورات التي قادها يعني في اليمن الرئيس علي صالح قدم عدة مبادرات كانت حوالي 13 مبادرة للخروج من المازق الصعب وتم رفضها كلها وأنا كنت عنده في إحدى المبادرات التي أطلقها وكانت مبادرة تجتمل على شروط أنه لن يتم التجديد له مرة أخرى ستجرى انتخابات حرة لن يتم التوريس ولكن كانت هناك قوة داخلية مدعومة من الخارج لتنفيذ مخططات لتفتيت المنطقة رفضت كل هذه المبادرات وأنا تحدثت معه أكتر من مرة وقلت له أن سيادتك رجل غير دموي وأنك ما بلاش العنف وفعلا حتى جمعة الغضب ما سميها بجمعة الغضب كانت مفتعلة ولم يلجأ فيها للدم والدليل أنه في الحروب الستة ضد الحسيين كان يجد متسع وفرجة من الوقت للخروج من الأزمات وكان لا يحبز الدم على خلاف كثيرين مما مصوروه أنه دموي أنا أشهد أنه لم يكن دمويا في هذه المرحلة بالذات